أهلا بحضراتكو سريعا هنروح لشرم الشيخ ومداخلتنا اليومية محمود جميل موجود هناك بيتابع معنا المشروعات اللي تمت في شرم الشيخ يكلمنا عن أبرز الاستعدادات كمان اللي بتتم الاستضافة قمة المناخ صباح الخير عليك يا محمود الجديد معاك النهاردة صباح الخير عليك يا شازلي وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان مازلنا بنتابع معاكم الاستعدادات والمشروعات اللي بتتم على أرض مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال قمة المناخ كوبت وينتي سابن الجديد النهار ده بقى ان احنا موجودين معاكم من احد الطرق الهمة وهو طريق السلام لان احنا عندنا في طفرة بتحصل طبعا هنا في مدينة شرب الشيخ خاصة بالطرق والكباري طريق السلام اللي احنا موجودين فيه عايز اقولك انه خلاص يعني انتهى نسبة كبيرة جدا من اعمال التنفيذ الخاصة باعمال الرصف للطريق الخاصة باعمال الانارة اللي بتعتمد طبعا على الطاقة الشمسية وده توجه مهم جدا الاعتماد على كل الطاقة النظيفة داخل مدينة شرب الشيخ بالاضافة طبعا للاتوبسات اللي هتعمل بالكهرباء داخل طريق السلام طبعا بيحظى باهتمام مهم جدا من قبل محافظ جنوب سيناء اعمدة الانارة رصف الطريق المساحات الخضراء اللي بقت موجودة الممشى السياحي طبعا اللي موجود فيه طريق السلام وكمان الممشى السياحي دلوقتي بقى بيتم وضع الستائر الخاصة بشعار الهوية البصرية وما يخدم مشروع الهوية البصرية في كل المحال التجارية اللي هتكون موجودة على الممشى السياحي طريق السلام هنا بيشمل تطوير مهم جدا في بعض الميادين كمان اللي موجودة على طريق السلام منها ميدان السلام او ايقونة السلام اللي بيشهد تطوير مهم جدا بجانب بقى طريق السلام احنا عندنا احد المشروعات الهمة واللي حضراتكم هتبعوها من خلال السورة اللي رصدناها النهاردة المسرح الروماني المسرح الروماني هو موجود طبعا على طريق السلام فبالتالي تطوير طريق السلام مهم جدا لانه بيخدم بالطبع التطوير اللي بيحصل فيه المسرح الروماني لاستضافة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ايضا المنطقة اللي حوالين المسرح الروماني بيتم تطويرها دلوقتي عن طريق وجود المساحات الخضراء وبعض الحضائق اللي هتكون موجودة وبالمناسبة امبارح سيادة اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء اجتمع مع الفنان هشام عطوى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة تم الاتفاق على عقد عدد من الفعاليات الفنية والثقافية على هامش انعقاد مؤتمر قمة المناخ كوبتوينتي سيفن ومن ضمن الاماكن اللي هيتم استضافة الفعاليات فيها هو المسرح الروماني فعشان كده مهم جدا انه يتم الاهتمام بالمسرح الروماني وتطوير طريق السلام اللي موجود كمان احنا عندنا فيه انشاء كبري علوي موجود على طريق الملك سلمان وبيربط ما بين الطريق الدائري والطريق الاوسط وهنا فيه تحولات مرورية حصلت جديدة دي طبعا هتقلل الكسافة المرورية وكمان هتسهل على رواد الطريق واللي هيستقل وسائل المواصلات وقتها في الانتقال من وإلى قاعة المؤتمرات والفنادق اللي هتكون طبعا مصاحبة وده طبعا بالاضافة إلى الجوالات اللي قام بها سيادة لواء كانت فودا بالامس محافظ جنوب سيناء بخليج نعمة والمرصد الأمني والمنطقتين الخضراء والزرقاء فبالتالي مدينة شرم الشيخ بتتمتع بالعديد من المشروعات اللي بتتم على أرض المدينة لاستقبال وفود قمة المناخ كوبت وينتي سيبن وبالتأكيد هنكون معاكم في محطات جديدة من مدينة شرم الشيخ لمتابعة المشروعات اللي بتتم على أرض المدينة الخضراء ومن شرم الشيخ برجع لك مرة تانية شازلي في الستوديو شكرا لك محمود على كل هذه التفاصيل